داهمت مياه الأمطار القادمة من منطقة الركبان 15 منزلا في قضاء الضليل بمحافظة الزرقاء و 13 منزلا في منطقة الحلبات وجارفت مركبتين بحسب محافظة الزرقاء حسن الجبور الجبور قال لرؤي أن المياه تسببت بأضرار مادية فقط فيما تم إخلاء منزل لحدوث انهيارات فيه وتم تأمين سكانه في مركز الإيواء وللمزيد ينضم إلينا من الزرقاء مراسلنا محمد أبو علوان صباح الخير محمد يعني كانت هناك أنباء عن هذه السيولة الجارفة في منطقة الهشمية في الزرقاء وأنباء عن فقدان طفل آخر المعلومات والأخبار المتوفرة عندك أبو علوان عن الأضرار وعن عمليات البحث عن هذا الطفل نعم مهند صباح الخير سأبدأ من حيث انتهيت فقدان الطفل في منطقة أبو الزرقاء ومنطقة قرى بني هاشم دوغرة في محافظة الزرقاء يوم أمس جاءت سيول مفاجئة جدا من المناطق العالية في مناطق شفى بدران وقضاء بيرين نزولا إلى منطقة السخنة وقرى بني هاشم ودوغرة تسببت بسيول جارفة جرفت أكثر من ثمن مركبات وأيضا تسببت في خساء المادية كبيرة في المنازل والمركبات وأيضا الحلال وتم أيضا فقدان الطفل ما زالت عمليات البحث والتمشيط مستمرة في محيط المنطقة وفي محيط سيل السخنة سيل الزرقاء عن هذا الطفل الطفل يوسف البلوي صاحب الثلاثة عشر عام يعني كوادر الدفاع المدني منذ تبلغت يوم أمس وهي تعمل على قدم وساق في تمشيط المنطقة وإزالة الأتربة والطين من هذه المنطقة للعثور على هذا الطفل الذي كان يرعى الأغنام بحسب أقاربه وذويه وتم فقدانه صباحا عندما أتى هذا السيل بشكل مفاجئ واليوم ستستكمل كوادر الدفاع المدني وكوادر الإسناد وفرق الدفع الرباعي عمليات البحث في محيط منطقة أبو الزيران ووادي أبو الزيران وأيضا محيط منطقة سيل الزرقاء باتجاه منطقة عين النمر ومنطقة السخنة باتجاه أن الآن مهند متواجد في قضاء الضليل في محافظة الزرقاء يوم أمس شهد أيضا سيول كبيرة وجارفة تسببت في أضرار كبيرة في منطقة الضليل والحلبات وكما نشاهد في الصورة يعني مهند هذه مشاهد لمداهمة مياه الأمطار للشوارع التي أغلقت هذا شارع الثلاثين يوم أمس ليلا كان مغلق بالكامل بسبب تدفق مياه الأمطار إليه بشكل كبير وأيضا شارع المنتخب الوطني الشارع المحادي لهذا الشارع تم مداهمة أكثر من 15 منزل في مقضاء الضليل وفي منطقة الحلبات أكثر من 13 منزل تم أيضا جرف مركبتين وتم سحبهم تم تأمين بعض العائلات في مراكز إيواء دخلت المياه إلى منازلهم وتسببت بأضرار كبيرة في موضوع الأثاث وفي موضوع البنية التحتية نعم لمنازلهم في الحقيقة يعني هذه السؤال الغير متوقعة التي جاءت من منطقة الركبان والمناطق الشرقية مثل قضاء الأزرق وباقي المناطق جاءت بكميات كبيرة جدا لم يعتد قواء الضليل وهذه المناطق في محافظة الزرقاء على هذه الكميات من المياه وخاصة أنه في نفس التوقيت محافظة الزرقاء لم تشهد أي تساقط لزخات المطر أو أي تساقط للأمطار في هذه الأثناء أو في هذا المنخفض الجوي الذي مر على الأردن ورفق هذه الأحداث وفي قضاء الأزرق أيضا كان هناك بعض التجمعات المائية ومحاصرة لبعض الأشخاص وفي قضاء بيرين أيضا كان هناك إغلاق لبعض الطرق يوم أمس وكان يوم عمل كبير من قبل البلدية لإنهاء هذه المشاكل وكان هناك أيضا مداهمة لمدرسة الكمشة وهي مدرسة تقع في وادي الكمشة وأيضا تم مداهمتها وتم ترحيل الطلاب منها وتعطيلها لغاية حل المشكلة وسحب كامل المياه من ساحة المدرسة وما وصل إلى الصفوف مهند نعم محمد هل هناك أي أنباع أن نعرف منطقة الضليل مليئة بالمزارع وأيضا المصانع هل هناك أي أضرار سجلات في المزارع وفي المصانع نعم مهند يعني بالنسبة لموضوع المزارع لم يكن هناك أضرار في المزارع كان هناك أضرار بحوالي 30 منزل متوزعات في مناطق الحلابات والضليل هذه المنازل فقط ما جاء وهي المنازل التي كانت قريبة من شارع 30 وشارع المنتخب الوطني والتي كان منها تدفق المياه نعم لم يكن هناك أي أدى في الممتلكات المزارع وحتى الشركات والمصانع لأن تدفق السيل القادم من المناطق الشوقية للمحافظة كان بعيدا عنها نعم يعني محمد بالعودة إلى موضوع الطفل الذي فقد يوم أمس في السيول الجارفة التي تشكلت إثر هذا المنخفض المفاجئة أو حالة عدم الاستقرار الجوي يعني ما زالت الكوادر كوادر الدفاع المدني وكوادر إسناد وأيضا فريق الدفع الرباعي يعملون على تمشيط المنطقة والبحث عن هذا الطفل وسنتابع معك محمد أبو علوان أولا بأول تفاصيل عملية البحث وأي أنباء جديدة ربما ستزودنا فيها محمد أبو علوان مراسلنا كنت معنا من منطقة للليل في الزرقاء شكرا جزيلا لك